طلبوا مننا البصارة البصارة هنعملها النهاردة بالفول المتشوش انا بقى مش هتكلم اللي افتح بوغير في موضوع البصارة ده فول متشوش بتخسليه كويس وتنقيه وتنقعيه ساعتين بس يطرف عشان مااخدش معاك سوا كتير كويس اهو بشوية الميا بتوع دول هنحطي معاه فصين طوم عشان الطوم يبقى معاه ما بقاش متحمر يحرق قلبك ويعمل انتفاخ ولا حاجة وهنحط شوية نعناع اخضر او نعناع ناشف النعناع ما يخليهاش تعملك انتفاخ او توجع بطنك وكمان بيخلي ريحيتها حلوة وبعدين النعناع قوانو هنحط شوية الكوزبرة بس الكوزبرة ما تحطهاش كده على قد بصي خرتيها كده عشان لما تيجي تدربها في الخلاط ما تبقاش مشعره يعني العود ما يبقاش مطلع الشعره بتاعته تحس ان هي الشعرية دي مش هتتقطع في الطحن فانت خرتيها كده مش رفيع بس لازم تقسقصيها كده وهنحط لها شوية كمون وشوية ملح في ناس يحبوا يحطوا الكمون في الاخر ممكن تحطي الكمون في الاخر بس لما بتحطيه في الاول ويغلي بيعمل ريحة حلوة ولو تبقى السلق حلو في قوانشتة حطي ورقتين سلق عراط كده يبقى فل تحطي ورقتين عراط كده وممكن تحطي كرات بس احنا كده عامنينها خفيفة عشان الناس كتير قالوا ايه انه طوم وكسبارة وده وده فبتوجع بطننا كده خفيفة تحطي شوية نعناع شوية كسبارة خضره هتحطي فصنطوم معاهم وتوليه عليها اول لما تستوي نكون حمرناها البصل بتاعتها هنعمل جنبها صلطة بصل اغدر البصل اغدر حلو خلاص تلع بقى وحلوه بقى جميل وطري كده وحلوه اوي هنحط لها راس كده بصل اغدر اهي راس كفاية اوي برضو قرتيها ونخطيهاش صحيحة بتبقى محوجة بقى وتاكل شوية بصارة الفهنة اول لما تستوي وتلاقي الفولة كده استوت وتهارت تروح يطفي على طول وضربها في الخلاط وبعد كده بقى نروح محمرناها البصلية ونروح عملينها بيها تبقى زي الفول هنعمل بقى التقلية بصلة عادية خالصة اهيه هنقليها على النار لحد لونها كده بيبقى حلوة كده وبعد كده نحط نصها على البصارة بعد ما نضربها في الخلاط والنص التاني هنزوق بيه فوق الوش النص التاني هنزوق بيه فوق الوش الطماطم المخللة اهيه هتفتحها كده معها شوية بصل اغدر وهتحطي شوية فلفل اغدر ومعاهم شوية فلفل احمر الطماطم المخللة اهيه بتبقى كده محشية بتحطي بقى الطوم والفلفل والملح والخل بتبقى طعمها حلوة قوي قوي وهي بتبتاكل جنب الاكلة دي والبصل فيها كل حاجة الملح والفلفل والبصل والبصل لغدر والنعناع والكمون لازم تبتحن تبقى نعمة قوي هنردها تاني في الحلة عشان تاخد غلوة بس ونقدر ان احنا نحط على وشها كل البصل هيا صلطة الطماطم دي اه وبعها البصل لغدر لان الاكلة دي بقى عاوزة رغفين توراي كده وتقعد جنب الحيطة وتمسك طبق البصارة وشوية الصلطة دول الصلع النبي البصارة البصارة سهلة اوه زي ما احنا شفنا فول متشوش بتحطي له شوية نعناع سواء ناشف او نعناع اغدر احنا فقالي نعناع لغدر كتير بتحطي شوية ملح شوية كمون شوية فلفل اسمر بتقلي بصلايا وتفصن طوم وتحطي كله على بعد وتضربها في الخلاط بعد كده بتديها غلوة بسيطة تبتدي تسبيها كده وتحطي على وشها البصل المحمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة